تحت شعار الاحتفال بالعشرين انطلقت اليوم الفعاليات الافتراضية لنسخة العشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي يأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطانبر محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويمتاز الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام بتنظيم معهد الشارقة للتراث هذا العام بالمسجد ما بين الندوات والمقاهي الثقافية والفعاليات المميزة التي سيتم بثها عبر منصة المعهد الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي انستجرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب ضمن الاحتفال تضمن الاحتفال الافتتاحي الافتراضي عرض فيلم وثائقي قصير يوثق مسيرة ملتقى الشارقة الدولي للراوي على مدى عشرين عاما وكلمة للشخصية المكرمة الدكتورة آني طعم ثابت من لبنان وتكريم الرواه بالإضافة إلى جلسة افتتاحية افتراضية حول الكنوز البشرية الحية قدمها الدكتور أحمد أسكونتي خبير التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو عام الفين وتسعة